يعني أولا ما جرى سواء حصن نفسه أو لم يحصن ما جرى يعني هو في شكل أخذ طابع مفاجأة يعني عادة على الأقل في الأزمات الأخيرة التي اعتدنا عليها منذ بداية فرض العقوبات على روسيا بعد ضم جزيرة القرم هناك عقوبات لكنها عقوبات يعني لم تكن بهذه الصورة القاسية وكانت تترك أيضا مساحة على الأقل مفتوحة لفكرة الحوار وفكرة الدبلوماسية لكن ما جرى اليوم الحقيقة هو عبارة عن ثورة كاملة يعني عندما ننظر إلى هذه العقوبات سرعة تطبيقها شكلها قسوتها يعني عدم الرغبة حتى في مناقشة كثير من الأمور يشير أنه حتى عامل مفاجأة اليوم حاضر يعني لا يمكن أن يتوقع الرئيس الروسي هذا الرد وبهذا الشكل خصوصا أنه اعتاد في السنوات الأخيرة على نمط معين يعني هو يعلم أن هناك عقوبات وأنها حاضرة دائما لكن هذا الشكل من عقوبات يعني دعيني أعيدك لشهور مضى تحاول ألمانيا أن تتحاور مع الولايات المتحدة لإبقاء خط السير الشمالي 2 وتدفع هي طرحت للولايات المتحدة يعني أن تدفع أموال للولايات المتحدة مقابل بقاء المشروع يعني هناك مصالح كانت لروسيا مع دول في المحور الغربي وهذا يدفعنا للتساؤل يعني ويثير علامات تعجب كثيرة سيد عامر ما الذي أدى إلى هذا التحول أيضا المفاجئ في مواقف الدول الأوروبية بشكل 180 درجة يعني كل المواقف تبدلت ونحن نعلم بأن لأوروبا مصالح كبيرة مع روسيا أيضا لفرنسا أيضا لا هو فرنسا إيطاليا ألمانيا الاقتصادات الكبرى في أوروبا لها مصالح منفردة مع روسيا وبالتالي هي متضررة بلا شك لكن ما جرى اليوم لهذا أنا استخدمت مصطلح عام مفاجئة لأنه عبر الأرقام يعني كان يمكن أن اتخاذه على الأقل عقوبات تدريجية لكن ما جرى يتفوق أيضا على فكرة العقوبات الاقتصادية يعني عندما ننظر إلى طبيعة الإجراء وشكله وكأن هناك عقوبة لروسيا هناك رغبة في إقصاء روسيا من كل شيء ثقافي سياسي اقتصادي وبالتالي يعني هذه الدول الأوروبية اليوم كان في سيناريوهات استعداد لفكرة الطاقة بدائل الطاقة على الأقل كان هناك في رغبة في السنوات الأخيرة لرفع مسوية الموانئ الأوروبية القادرة على استقبال الغاز المسال كان هناك رغبة في توسيع دائرة العمل في الطاقة المتجددة البحث عن بدائل لعدم الاعتماد الكامل على روسيا هذا كان حاضر يعني في السنوات الأخيرة ليس جديدا لكن هذه الخطوة وسرعتها اليوم هي بلا شك خطوة سيكون لها تبعات لكن هذه التبعات من يدفع الثمن الأكبر لها في هذه الحالة واضح أن هناك أيديولوجيا تخلقها الولايات المتحدة اليوم أو تعيد إحيائها في فكرة حلب شمال الأطلسي في العودة لفكرة الغرب الموحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر